الأمين لا يخون والخائن لا يؤتمن ومن أسهم في إسقاط شبوة بيد ميليشيا الإمارات التي عبثت بالأرض وأهانة العلم الوطني هي المجالس والميليشيا ذاتها التي تسارع اليوم لتكرار نفس المشهد في حضر موت كانت ولا تزال حضر موت المحافظة الآمنة بعيدة عن الصراع والحرب القائمة في البلاد طيلة السنوات الماضية إلا أن ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا تأبى إلا أن تجرها إلى ساحة الفوضى من خلال التحريض المستمر على رجال الجيش في المنطقة العسكرية الأولى وفي خضم تطور الأحداث لم يعد التحريض سيد المشهد بل أسهم المجلس الرئاسي المسلوب القرار من الرياض وأبو ظبي في وضع مخطط مشابه لمخطط إسقاط شبوة من خلال تعيين فائز منصور قحطان المقرب من الإمارات قائدا للمنطقة العسكرية الثانية في ساحل حضرموت تعيين قحطان تزامن أيضا مع تهديد من ممثلي الانتقال في اللجنة العسكرية قاده رئيس اللجنة هيثم قاسم بإخراج القوات الموجودة في المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت بقوة السلاح على الأرض سارعت أبو ظبي مبكرا في بعث رسائل التهديد والوعيد لقوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت من خلال قصف الطيران الإماراتي المسير مواقع قوات الجيش في منطقة المعشار على الخط الدولي الرابط بين مدينة عتق ومنفذ الوديعة الذي تسيطر عليه قوات المنطقة العسكرية الأولى يوما بعد آخر تتكشف حقيقة تأسيس الرياض وأبو ظبي مجلس القيادة الرئاسي الهادف لتنفيذ أجندتهما في اليمن وما كان في الخفاء أصبح في العلن ومن خان قوات الجيش في شبوة تسهل عليه خيانة ذات القوات في حضرموت ترجمة نانسي قنقر